ومن متحف الشارقة للآثار إلى مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ومن أجل دعم وتطوير قطاع علوم وبحوث الفضاء في الدولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كذلك افتتح مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة وبالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء أول أبراج مشروع بناء شبكة مراقبة الحطام الفضائي في الإمارات عن هذا المشروع وأهمية هذا المشروع معنا اليوم الدكتور إلياس فرنيني نائب مدير مركز الشارقة للفلك وعلوم الفضاء مساكر الله بالخير دكتور حياة أكر الله شكرا جزاك دكتور هذه الشبكة شبكة مراقبة الحطام الفضائي دعنا في البداية نبسط على السادة المشاهدين ماذا يقصد بالحطام الفضائي ومن ثم سنعرفهم على هذه الشبكة وهذا المشروع نعم السلام عليكم أولا الحطام الفضائي ممكن يكون نوعين ممكن يكون النوع الطبيعي أي ما بين الكواكف سخور فضائية هي بقايا فقط المجموعة الشمسية بقايا الكواكب بقايا الأقمار بقايا المذنابات التي تدخل غلاف الجوي فتحترق وتسقط ونسميه نيزك أو ممكن يكون الحطام الفضائي هذا يعني مركبة فضائية نعم انتهت مدتها وتحتكب الغلاف الجوي وتحترق وتسقط علينا بأشكال مختلفة أو بقطع مختلفة صحيح فهي ما يسمى بالحطام الفضائي جميل المشروع هذا ما هي فكرة المشروع ما الهدف من هذا المشروع مشروع شبكة مراقبة الحطام الفضائي نعم المشروع أولا هو تمويله وكاية الإمارة الفضاء وكذلك جامعة الشريقة فالهدف الأول هو مراقبة الحطام الفضائي كان طابعيين أو كان حطام بقايا مركبة فضائية نعم فالنظام ككل يعني يراقب دخول هذه البقايا الغلاف الجوي ويحدد كذلك مكان سقوطها في مكان على الأرض جميل جدا أعتقد بأن المشروع دكتور حسب دردشة سريعة قبل بداية اللقاء هو عبارة عن ثلاثة أبراج تم الانتهاء من البرج الأول عرفني على هذه الأبراج ما هي اختصاصات وما هي أوجه الاختلاف بين كل برج وآخر نعم المشروع يحتوي على ثلاث أبراج البرج الأول تهينا منه في بداية مايو فكل برج يحتوي على تقريبا 17 كاميرا تراقب السماء من غروب الشمس إلى شروقها فالبرج الأول موجود هنا في مادية الشريقة في مركز الفضاء وعلوم الفضاء نعم كما نرى هنا على التلفزيون هذا البرج الأول الذي افتتحه قبل دقيل من شهر ونصف جميل فيتم الآن هذه الكاميرات للسبعة عشر ماذا ترصد دكتور؟ الكاميرات هذه متجهة في اتجاهات مختلفة فموجودة على شكل دائر تحاول أن تغطي سماء الشريقة وما حولها جميل البرج الثاني موجود في أبوظبي سوف يبنق عن قريب إن شاء الله والبرج الثالث في الصحراء عميق في الصحراء لحدود ما بين السعودية والإمارات لماذا في أبراج؟ نحن نريد أن نغطي سماء الإمارات فأي حطام يدخل سماء الإمارات تستطيع هذه الكاميرات التقط له صورة أو فيديو وعندما نحلل هذه الصورة نمكن أن نحلل أماكن قدوم هذه الحطام وكذلك سقوطي على الأرض بما فيها الظواهر الفلكي بما فيها الظواهر الفلكي بمعنى هو نظام متكامل متطور جدا فريد من نوعي في العالم يرصد السماء طول الليل فأي شيء يمر يلتقط له صورة هذا النظام هام بالنسبة للإمارات لماذا نحن دخلنا ما يسمى بصراع الفضاء فكل الدول في العالم تريد أن تستثمت في الفضاء فهذا النظام الذي يحتوي على ثلاث أبراج وبالنسبة للتقدم كبير جدا بالنسبة للإستكشاف الحطام الفضائي والحطام الفضائي كما تعلم في بعض الأحيان يشكل خطر كبير جدا على الإنساني وعلى المدن فلهذا نريد أن نرصد هذه الحطام ونحدد أين ما كان سقوطه بما أنك ذكرت دكتور بأن هذا الحطام الفضائي ربما يشكل خطورة كيف يمكن تجنب هذه الخطورة كيف يمكن الوقاية من الخطورة التي يسببها نعم نحن كنا فقط يوم السبت احتفلنا بميسمة بيوم الكواكبات العالمي الأمم المتحدة قررت أن يكون يوم 30 يونيو اليوم الكواكبات ولكن نحن بدأنا احتفال بهذا اليوم بنهاية شهر جون من 24 جون إلى 30 جون لتوعية الجمهور بهمية الكواكبات والحطام الفضائي وكذلك خطورة على الأرض فنحن الآن نعيش في خطر كبير جدا لماذا حول الأرض في أكثر من مئات الألاف من هذه البقايا للأقماط الصناعية موجودة حول الأرض فاحتماس سقوطها يكون في أي وقت فنحن نريد أن نتراقب هذا الحطام ونحدد إمكانية وجود حل لتجنب الأرض هذه المشاكل من خلال هذه الإبراج يمكن الحد من المخاطر راح تشكلها من خلال هذه الأبراج نحدد أماكن وجود هذه أو هذا الحطام الفضائي نحدد أماكنها وقدومها كذلك هناك أقمار صناعية عديدة ومحطات تليسكوب عديدة على العالم تراقب هذا الحطام مما كان فيه السخور الصغيرة أو السخور الكبيرة فحولنا كما قلت هناك حديقة من المركبات الفضائية القديمة سخور فضائية عديدة تجوز قطرها ممكن من بين متر إلى أكثر من عشرات كيلومترات هذه كلها تشكل خطر كبير جدا على الأرف الأرض نريد أن نراقب هذا الحطام بصفة كاملة صحيح دكتور كذلك نمى إلى علمي بأن هذا المشروع يشارك بمجموعة أو نخبة في الحقيقة صح التعبير من طلبة الجامعة من طلبة جامعة الشارقة كيف جاء اختيار هؤلاء الطلب المشاركين ما هو دورهم تحديدا في هذا المشروع ومن أي الكليات وتخصصاتهم في الجامعة كما تعمل مشروع من هذا المشروع هو مشروع ضخم جدا صحيح فأباحث واحد لا يستطيع أن يدير هذا المشروع فلهذا عندنا نعاد كبير من الدكاترة وكذلك من الطلبة معظم الطلبة موجودة عندنا يشتغلون في هذا المشروع من جامعة الشارق من كلية الهندسة كلية العلوم في طلاب متنوعي لماذا نريد أن تكون التجربة كاملة لماذا إدارة هذا المشروع يحتاج إلى مهندس كربائي يحتاج إلى فيزيائي يحتاج إلى مهندس كمبيوتر فالمشروع متكامل ولديه عدة قطع فلهذا عاد كبير من الطلاب مهتمي بهذا المشروع ونحن نحاول أن نثقف الطلب بثقافة الفضاء فربما يدرس في الجامعة مساقات هكذا ربما لا يرى فيها التطبيق العاملي ولكن عندما يأتي إلى البرج ويرى كيف تشتغل كاميرات وكيف يتم التقاط المعلومات وكيف يتم تحليل المعلومات فسوف يرى أن حقيقة ما يدرسه في الجامعة لديه تطبيق مدني فلهذا المشروع بالنسبة لنا وهام لكي يكمل ما يسمى به المسيرة الجامعية هذه الطالب المشروع نختصر مجددا مشروع مراقبة الحطام الفضائي من خلال أبراج البرج الأول تحديدا انتهى ومثل ما نحن رأينا قبل قليل مقرة في مركز الشارقة العلوم بالفضاء والفلك البرج الثاني سيكون في العاصمة أبو ظبيحة سبما ذكرت البرج الثالث على الحدود الإماراتية السعودية طيب هذا المشروع تحديدا مشروع الأبراج كيف سيساهم دكتور في دعم وتطوير قطاع علوم وبحوث الفضاء داخل الدولة نعم وجود هذه المحطة نلتقى نحن هذه المعلومات فنحتاج إلى تحليل علمي فالتحليل علمي هذا يحتاج للطالب والبحث تكون لديه ثقافة فلكية وثقافة علوم الفضاء عميقة فباحتكاك الباحث أو الطالب بهذا النظام سيتعلم ما هو البحث العلمي وكذلك ما هو أهمية دراسة علوم الفضاء في جامعة الشرقة لدينا قسم فيزياء وقسم فيزياء التطبيق والفلك وعن قريبا سيكون عندنا ماجيسة لعلوم الفضاء والفلك فالطالب عندما يدخل هذا المجال العلمي وهو مجال كما قلت دولة الإمارات ما شاء الله استثمرت منذ سنين تقبل 20 مليار درهم في مصبار الأمل الذي سوف يطلق سنة 2020 للمريخ فيما شرح كثير جدا فلهذا الصراع لفهم علوم الفضاء أصبح أهام بالنسبة لكل جامعة فلهذا في كل جامعة هناك برنامج يهتم بعلم الفضاء والفلك فالطلاب يهتمون بهذا الأمر لماذا في أخبار ممكن أن نقل أخبار كل يوم وجود كوكب ممكن يشبه الأرض اكتشافه موجر رماء فالطالب يتشوق لدراسة هذه العلوم فأصبحت كما يسمى بالانجليزي لكس لكي ندرس علوم الفضاء وأصبح الجامعة أو الدولة إذا لم يكن برنامج فضائي فحقيقة تطورها العلمي يكون ناقص فلهذا كل الدولة في العالم تريد أن يكون لديها برنامج فضائي وبرنامج فلكي فنحن في جامعة الشارقة لدينا مركز شارقة الفلك وعلوم الفضاء فهو مركز متطور وستنتكلم فيما بعد إن شاء الله على باقي المختبرات زيادة عن محطة استكشاف الحطام الفضائي صحيح أعلم بأن كذلك جامعة الشارقة أو مركز علوم الفضاء والفلك تعاون مع عدة جهات يمكن من ضمنها وكالة الإمارات للفضاء تحديدا في هذا المشروع ما هي أوجه التعاون تحديدا ما هي الجهات الأخرى كذلك في حال تم التعاون مع جهات أخرى نعم تعاون مع وكالة الفضاء الإماراتية نتعاون كذلك مع محمد رشد أو مركز محمد راشد للعلوم الفضاء التعاون يكون من عدة نواحي من الناحية المادية لماذا في تمويل المشاريع يعني عندما نبني محطة ما فنحتاج إلى تمويل لهذه المحطات كذلك يعني دعم علمي كذلك فنحن نتبادل الخبرات نحن نتكامل نحن لا نتسارع مع ويكات الفضاء ومع محمد راشد فنحن نتكامل ونتعاون في مجالات مختلفة فلهذا دعم هذه المشاريع هامو جدا يعني ففي دعم من قبل وكالة من قبل مركز محمد راشد في دعم من قبل جامعة الشرقة وكذلك عندنا الآن نحن نحن في دراس تعاون كذلك عالمي مع ويكات الفضاء العلمية وكذلك مع مراسل فأصبحت البحث العلمي الآن لسه مسألة مركز واحد مسألة عامة تهم الجميع يعني صحيح نعم طيب دكتور يعني الآن تم افتتاح البرج الأول ما هي الخطط والزمنية تعديدا الخاصة بافتتاح البرجين الثاني والثالث فالخطة خلال هذا الشرقة هذا إن شاء الله هو إتمام البرج الثاني والثالث بالنسبة للأجهزة في الأجهزة موجودة يعني فإن شاء الله بداية من الأسبوع القادم نبدأ تركيب البرج الثاني نحتاج تركيب إلى يومين لأن نركب برج واحد فالمسألة تحتاج إلى وقت مع هذا الجو الحار ويأتي بعد ذلك البرج الثالث نحن سويا خطة تقريبا معانية هذا الشهر الشهر السابع إن شاء الله ستكون النظام والشبكة متكاملة وتكون تشترى المئة بالمئة إن شاء الله بإذن الله طيب دكتور يعني بعد انتهاء النصف الأول من هذا العام تحديدا وهو انتهى فعليا نحن بدأنا الآن في النصف الثاني من هذا العام ما هي أبرز وأهم مشاريع مركز الشارقة العلوم الفضاء والفلك للنصف الثاني من العام الجاري نعم أنا كما تعلمون أن مركز الشارقة الفلك العلوم الفضاء هو مركز متكامل فريد منوحي في العالم لماذا يحتوي أولا على قبة فلكية على معارض فلكية يحتوي على مرصف فلكي نوعا ما كبير يعني وكذلك مختبات علمية بالنسبة للمختبات علمية نحن في مرحل بناء أربع مختبرات متكاملة في مختبر النيازك الذي تنتمي له شباقة الأبراج هذه والمركز النيازك يحتوي على ثلث قطع مختلفة يعني في جزء يحتني بدراسة هذه السخور عندما نرتقب أو نتحص على هذه السخور النيازكية فيجب تحليلها فلدينا مختبر متطور في الجامعة لكي نحلل هذه السخور الفضائية كذلك إذا سقط نيازك ما فكيف سنذهب ونبحث على هذا الصخرة الصغيرة جدا فلدينا نظام جديد وهو استعمال للطائرات الصغيرة درون ونحن الآن في إطار ندرس درون كيفية معرفة نيازك من صخرة عامة يعني فيتم إرسال نظام حساسات نعم في حساسات نستعمل الدرون لكي يذهب هكذا ويحاول أن يجد هذه الصخرة الفضائية كذلك في مركز أو ما يسمى بمختبر الأشياء الرادوية فنحن في مرحل الآن بناء مرصد راديوي لكي يلتقط أشيعة الشمس وأشيعة كوكب المشتري في كذلك مرصد راديوي آخر بقدرة تقيمة خمس أمطار سوف يكون إن شاء الله جاهز مع نهاية هذه السنة إن شاء الله في كذلك مركز ما يسمى مركز الأيرونسفير لكي نضوص طبقة العليا للغلاف الجوي لماذا نحن عندما نستعمل موبالات ونستعمل جي بي أس فالأشياء لما تأتي من الأقمار الصناعية فتتقفى بالآيونسفير فلهذا دراس آيونسفير لما تحتك بالرياح الشمسية هامو جدا فلدينا مختبر في هذا المجال كذلك لدينا مختبر هام وإن شاء الله سوف يكون من أهم المختبرات في المركز وبنسبة الدولة ومختبر تركيب الأقمار الصناعية الصغيرة بيسمى الآن كيوبسات ما شاء الله فإن شاء الله معاني هيت ديسمبر 2019 إن شاء الله بعد قبل سنة ونصف فيكون لدينا في المركز الشرق لعلم الفضاء والفلق قام صناعي قام صناعي لدراسة الأشياء الصينية إكس ريز لماذا؟ الشمس لديها طبقة غلاف جوي حارة جدا وترفق بالأشياء الصينية فنحاول أن ندرس هذه الطبقة وتأثيرها على ما يسمى بغلاف الأرض في شيء جديد من التخصص يسمى سبيس ويدر بمعنى أننا نريد أن نحدد ناشط الشمس وكيف تؤثر ما يسمى على الطبق الأنصفي وكذلك على أقمار الصناعية فمن خلال هذا البرنامج من خلال هذا المختبر نستطيع متابعة هذه المشاكل في كذلك مرصد الشرق للفلك والملفضاء ومرصد احتوي على ثلاث تيريسكوبات في تيريسكوب قد 45 سنتي مؤخرا عندما انتهينا مع رمضان كان يجب أن نرى هلال شوال رصدت فحمد لله فسطنا أن نرصد هلال شوال وكان فقط عمره 19 ونصف ساعة فبالنسبة لك هذا رقم قياسي وكنا مع عركبين الجمهور فلهذا فيه مشاريع عديدة جدا فنحاول أن نبني كما قلت في البداية هذه الثقافة الفلكية بالنسبة لطلاب الجميع وكذلك بالنسبة للجمهور صحيح بما أننا نحن في موسم الصيف كذلك تحرص إدارة مركز شرق العلوم الفضاء والفلك على إطلاق مخيمات صيفية بهدف الترويج والتسويق وتحديدا يعني زيادة المام أو تعريف خلنا نقول في الحقيقة مش زيادة المام تعريف الطلبة خصوصا أنكم تستهدفون صغار السن وصولا إلى المراحل الثانوية بالمركز ودورة وأهدافها والعلوم المتقدمة التي تقدم من خلال هذا المركز حدثنا عن هذه المخيمات الصيفية بالنسبة للمخيمات نحن لديها مخيمات طيوال السنة في مخيمات شتوية في فصل الربيع وكذلك في فصل الصيفي بسبب الإجازة طويلة إلا أنها مخيمات موسمية نعم فهي مخيمات موسمية فبنسبة للمخيم الصيفي سوف يكون عندنا مخيم قريب أشهر الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله نحن نريد أن نعطي لهذا الطالب عندما يأتي للمركز هذه الروح العلمية بأن العلم ليس فقط كتب في تطبيق وعندما يأتي هذا التطبيق بمجاهد السماء وباحتكاء الطالب بحركة الكواكب ومعرفة حجم هذا الكون عن طريق هذه المخيمات فسوى تبقى هذه تجربة في ذهني طول حياتي فعندما نثقف في الطالب كان من السنة العاشرة أو السنة الثانية أو حتى السنة الثامن عشر عندما يأتي لنا للمخيمة يعني يشعر بأن حقيقة في شيء يستطيع أن تعلمه صبح لديه شغف نعم ويبدأ يحب ما يسمى بالمادة العلمية المادة العلمية نقول يا ماذا هي رياضيات هي فيزياء هي فلك لكن ليست من خلال الكتب بل من خلال تطبيقات يبني مجسم مثلا المجموعة الشمسية كم حجم الشمس كم حجم الكواكب هنا تقع الكواكب بالنسبة للشمس ما هو فرق ما بين نجم الكوكب فيأتي الطالب من خلال تطبيقات ورس مباشرة للسماء يستطيع أن يفهم هذه الأمور بسهولة لماذا بضحي عندما الطالب فقط يدرس من خلال الكتب فربما يتعب ولكن عندما يرى التطبيق أمامه يبني مجسم يعني يفهم حركة النجوم وعندنا ما شعر لنا قبة فلكية متطورة جدا متى سيبدأ المعسكر دكتور نعم متى سيبدأ المعسكر سيبدأ بالنسبة للصيف سيبدأ هذا الأحد القادم إن شاء الله يعني لمدة عشر ثيام لمدة عشر ثيام تقريبا وفي فئات مختلفة عمر مختلفة صحيح فالجمهورة يتصل بالمركز إن شاء الله نعم سيحدد يعني العمار خلال الفترة الصباحية طبعا نعم 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 كل التوفيق لكم دكتور أنا في الحقيقة سعدك بلقائك للمرة الأولى في هذا البرنامج نعم 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 شكرا الله حفظك شكرا شكرا شكرا